فيما يخص قضية الرواتب نعم رواتب ضحايا الرهاب احنا بالقانون قالوا عشر سنوات صح؟ نعم عشر سنوات بعد ما يتمتع بقضية الرواتب لا هو انو انضحة لان شوية اكو بيها لغة هو انو صار اكو لغة معاليك وصار اكو يعني تشويش حتى بمواقع التواصل الاجتماعي نعم نعم فيارات وضحة فضل يعني زارنا وفد من الاخوة بقناة العراقية الى مؤسسة الشهداء وايضا بيننا في بعض المقاطع والان ايضا بينها نعم حتى لا يقع ذوي الشهداء في شك من هذا الموضوع نعم يوجد نفس في قانون رقم 15 لسنة الفين في قانون رقم 57 لسنة 2015 اللي خاص تعديل الاول لقانون مؤسسي لقانون ضحايا الارهاب فقرى بانه يعني يجوز الجمع بياراتبين لمدة عشر سنوات من عام 2015 لعام 2025 نهاية 25 طيب بس هذا الالمن الجمع بياراتبين للموظف يعني الموظف اللي فقط راح ينقطع راتبه غير الموظف ما ينقطع راتبه لنا قع احنا بالشبهة غير الموظف يستمر راتبه فعلا الى اخر العمر يعني اضرب مثال يلا يعني ارمداء قاطع حتى تتوضح الصورة اضرب مثال واضح وصريح واتمنى ذوي الشهداء يعني هاي ياخذونها من الان وبعد ما ينقشون به الان راتب الشهيد مليون ومئتين الف دينار يتوزع على والدي الشهيد نفرب وزوجه الشهيد نعم واولاده نفرب ثلاث 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 أولاد نعم فستة يصير عندنا والدي الشهيد وزوجته وثلاث أولاد يصير ستة طيب المليون ومئتين يتوزع على ستة نعم يعني الفرد الواحد ياخذ ميتين ألف دينار نعم نفرض نفرض أحد أولاد الشهيد هو موظف ميتين ألف دينار ياخذ هذا الموظف ينقطع راتبة ميتين ألف دينار فقط تنقطع تتوزع على راتب العائلة اللي غير موظفين كل اجتمام يعني المليون ومئتين رح تتوزع على خمس أشخاص وستة أحسن مليون ومئتين باقي المليون ومئتين باقي لا تتوزع على خمس أفراد تتوزع على خمسة أو أربعة أو ثلاثة حسب اللي نفعل قدت وبالتالي هذا القانون بالعكس هذا القانون ينفع ذوي الشهداء اللي ما متعينين دوائر الدواء اللي هو ما مستفيد لأن راح شوية مثل ما تقول حصته حصته الزراتب التقاعد راح تزيد جيد لأن سابقا كان الموظفين نعم وإحنا حرصنا على أنه في البدء يعني كل ذوي الشهداء يتمتعون بالراتب التقاعد المالة الشهيد نعم لأنه حق هو حقه مراتب فسواء كان موظف أو غير موظف إلى راتب جيد ولذلك وضعت هاي العشر سنوات أو حتى في قانون مؤسسة الشهداء نظام البائد خمسة وعشرين سنة منذ عام 2006 جيد الرواتب شهداء الإرهاب منذ عام 2015 عشر سنوات نعم شهداء نظام البائد من 2006 لمدة 25 يعني تنقطع بالألفين وثلاثين ألفين وثلاثين تقاعد أيضا تنقطع ويسر عليهم نفس الدائد نفس النص هو نفس البند هو نفس البند نفس البند بند واحد هو لشهداء النظام البائد وشهداء الإرهاب مستمر ولا يوجد فيها انقطاع فقط حصة الموظف راح تنقطع تتحول إلى غير الموظف الموظف حتى احنا نفصل قضية الموظف الموظف دا كان موظف دا كان متقاعد أيضا لو فقط بس الموظف لا الموظف والمتقاعد الموظف والمتقاعد